أن تحصلت العديد من الأسر الفقيرة في قطاع غزة على مساعدات إنسانية من الجزائر تمثلت في بطنيات الشتاء والتي وصلت بتبرع من مجموعة شباب الأقصى في الجزائر التقرير لشعب يوسف الدعم الجزائري لسكان قطاع غزة لم يتوقف مجموعة شباب الأقصى في الجزائر تبرعت ببطانية الشتاء إلى الأسر الفقيرة والمحتاجة في غزة في ظل فصل الشتاء واشتداد البرد القارس البطانية جاتنا في وقتها فوضع البرد الذي نحن فيه نشكر الشعب الجزائري كثير الشكر ونشكره ألف مرة ألف مرة بنشكره بارك الله فيه في برد قارس نحن نشكر الشعب الجزائري الذي قدم لنا هذه المساعدة لأن هذه تحمينا من البرد ومن الشتاء وتحمي أولادنا وأطفالنا من البرد والشتاء القارس المساعدة الجزائرية أدخلت البهجة والسرور على هذه العائلات الفقيرة مساعدة ساهمت في إعادة الدفء المفقود نتيجة الحصار وارتفاع البطالة هذه البطانية تدخل الفرح والسرور إلى أهلنا هنا في قطاع غزة في ظل هذا الحصار الخانق المفروض على أهلنا هنا وهذه البطانية بفضل الله سبحانه وتعالى توزع هنا في قطاع غزة على أعداد كبيرة من الأسر الفقيرة الفلسطينية في وقت تنشغل فيه المنطقة العربية والدولية بكثير من الأزمات يستمر أبناء الشعب الجزائري في مناصرة أشقائهم الفلسطينيين لتزيد من صمودهم في مواجهة التحديات شعيب يوسف قناة النهار غزة فلسطين